في تصريحات من شأنها أن تعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه لم يمبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص خفض الدعم عن الطاقة والغذاء أو إصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً مالياً كبيراً ولوحة طبوبي بالخروج في تظاهرات احتجاجية ضد مواصفها بالخيارات المؤلمة التي قال أنها لا تصب في مصلحة التونسيين مضيفاً أن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة يتعلق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقاً على رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات ومن المقرر أن يتواجه محافظة البنج المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد فالعاشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي ويريد صندوق النقد الدولي اتفاقاً حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عدو وقدر على شل الاقتصاد بإضرابات وأحتجاجات وتأمل الحكومة التونسية بالحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي مشيرة إلى أن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التواصل الاتفاق مع صندوق النقد وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها فيما تسعى الحكومة للتواصل إلى حلول عن طريق اتفاقات مع اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي